واعدامي موقع خرافي. يلا بيناعرف ايه يا مميزات الموقع ده? في سرق طبعا في البداية لو سمعت صوت عصفير او فراخ او اي حاجة من الحاجات دي. فاحنا الصبح. ساعة ستة دلوقتي. فبسجل لكم الفيديو الصبح بدري. عشان الموقع ده ما يستناش. الموقع ده انا ما قدرتش هستنى عليه. قلت لازم اقول لكم عليه. الموقع ده معلم موقع الصيني جامد جدا. فاتمنى اتقدروا مجهودي والتعب اللي انا متعبوا الفيديوهات عشان اوصل لكم حاجة مفيدة. برضو البحس عشان اجيب لكم مواقع زي المواقع دي بتقدم لكم حاجات كتيرة جدا بشكل مجاني ومستغرب ان ده بشكل اشارعي تماما. قص اول حاجة امعلم هنستعرض الموقع حاجة حاجة. هنا دي الاداية اللي بتعمل الدردشة فيها كل الدردشات الجامدة. دي بتعمل الديزاين والتصميمات ودي بتعمل الصور. اول حاجة تعاني نروح كده على الدردشة. هيبدأ يفتح معاك زي ما تشايف هنا بيقول لك اللي هو اللي هو اللي هو والميني وكل حاجة من دي. وعندك وعندك كل ده بشكل مجاني. ايوة كل ده بشكل مجاني. اللي هستخدمه عشان ما تجليش بعد سنة وتقول لي الموقع واقف. او الموقع اف. اي حاجة تنزل جديدة تبقى انت ايه عارف كل حاجة اول باول وتقدر تستخدمها بشكل مجاني تماما. خص بص يا معاهم تحا نفتح مسلا اللي هو نبدأ نكتب مسلا اي حاجة هنجربه مع بعض. قول له مسلا قلت له هل تتحدث العربية? قال لي ايوة انا بتكلم العربية. قلت له اكتب لي مقالة حول الزكاء الاصطناعي. طلع لي مقالة زي ما تشايف. وفي ثواني. ما اخدتش وقت خالص اهو بس بثواني جاب لي المقالة زي ما انا عايز. ودي طبعا لو جبت اي حاجة جبت مسلا. هيبدأ يفتح معي. واكتب مسلا. هاي مسلا. كيف يمكن مساعدتك حول البرمجة وكل الكلام ده. قلت له اكتب لي كود بداية للموقع. واجهت الموقع لعاجات الاساسية. الكود البداية وبعد كده والبادي وكل الكلام ده. فهنشوف ايه اللي هيعمله. لحد الوقتي اخد بتاع ثانيتين. فتعال نشوف مع بعض. دي اعتبر الثانية الخمسة. يعني ما تكملش وقت خالص. واو. اهي. وهنا كتب لي عربي كمان عشان ايه? وانوان الصفحة. هنا كتب في مرحبا بكم في موقعنا. هتلاقيها في الواجهة الامامية على طول. بعد كده عمل عمل سكشن ليها. الدرس ال اه هيبقى فاهم الحقيقة اللي انا بقولها. هي عجلة طفحة جدا يعني كبداية ولكن في ناس كتير مش عارف الحاجة زي لي. فهو كتبها لي في ثواني. وعمل ايه بقى? واو. اممكن اعمل بري فيو كود. تعالي نعمل بري فيو. وعمل بري فيو كود. جامد جدا. هنا طبعا لو انت عارف ان هنا ده اللي بيقدر يعمل لك عادي جدا. بيقدر تستخدمه. هنا ده الموقع بتاعنا. قالك البداية. طبعا مرحبا في موقعنا. طبعا الصفحة رئيسية وكل الكلام ده. تمام? فده يا معلم. تعالي بقى نجرب اخر حاجة معنا في الدردشة. وبعد كده هنروح لحاجة تانية اجمل طبعا. عندي كلاود دي بعشاءها. بعشاء حاجة اسمها كلاود. تعالي كده نجرب نفتح حاجة جديدة. ونكتب له هنا اهلا بك. هيكتب ايه مرحبا كيفة? كل واحد ليه طريقة مختلفة. هقول له مسلا اكتب لي قصة او فكرة لقصة حتى اقوم بكتابتها بشكل رواقي. هنكتب لي قصة وانا هكتبها بشكل رواية. قال لي يعني وانا قصة زلال مش عارف ايه? هدور حادسة بقصة في مجال. جامد. اكيد شايفين يعني انا ما عملتش اي كات او اي حاجة. البتاع في ثواني. يعني طلعها لي في ثواني. تعالي بقى نكتب له مسلا اكتب لمشهد بداية بشكل رواقي قوي. وزيادة في تفاصيل. ايه ده? اه بص معنا لا حدش اكمل الجملة. قال لي كانت الشمس تطل ببطء خلف عشقور البلد القديمة. مرسل عشاعاتها الذهبية. يا جماعة ايه ده يا جماعة? يا جماعة حاول موقع ده عشان عيفوتك نص عمرك. بصراحة. بص بقى احنا كده خلصنا من الدردشة. تعال نروح للتصميمات. اهو احنا مشين مع بعض خطوة بخطوة. طبعا اني بتكتب عايز ترجمه اه هي ترجمة سهلة جدا هيترجم معيك. بس انا مش محتاج ترجمة هنا اكتب لك اصلا بالانجليش. هنا 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 اهو عامل لك كم حاجة كده كويسة. ده اهو زي ما تشايف حاجات دي جمدة جدا. تعالى مسلا نعمل ايه? نكتب هنا مسلا كات. طبعا? حاجات سهلة جدا. اهو ننزل تحت وعمل لك مش عارف ايه? وهنا ايوة دي بتاعها. اللي انت مش عارفه بتيجي كده. عربي. قال لك ازالة الرعيمة لنقية. ايوة شلها اهو اشتاع في النوم مجاني تماما. بعد كده اجي هنا. ادوس على الخيار ده. عمال لي يا جماعة. يا جماعة بقى. يا جماعة اسيبولي بقى. بص بقى عشان انت ايه? انت مفكرني ان انا. طيب بص انا وراك وراك. نشيري بقى على جوجل ترجمة. خدنا على جوجل ترجمة يا معلم. اكتب له بقى ايه? مزيكله. ملك يجلس على عرش من الجماجم. تمام? تعال بقى نبحث. ايه يا جماعة كمية التفاصيل دي? بص. بص التفاصيل. لأ واجيب لك واحد وش. اش عارف اقول لي. تعالى في لقص العادي بقى. جرب. ما توزرش وتقول لي انت طلعها في ثواني. طلعها اه مش قد كده. ده العادي. وفي البرو وفي الريزولم. الريزولم ده بيطلعوا لك حقيقي. يعني انت روجيت هنا بسيط. ده طلعوا بشكل كارتوني شوية اللي هو سري دي. طلعوا بشكل سري دي. عندك الريزولم والانيمي والسابلاي مش عارف دي ايه? تعال انا كنا نجربها. انت شايفين انا بجرب معاكم. ما بيقول ليش انت اقف ولا بتعمل ايه? انت بتاعتك خلصت. ما فيش اي حاجة. الحق جرب الموقع. هسيب لكم لينك بتاعه في اول كومنت. الموقع زي ما انت شايف بجربه بشكل مجاني. بص اعمل صور دي. عشان ما تقول ليش انت بتروح ايه من مكان لمكان. زي ما انت شايف. الحق جرب الموقع عشان ما يبقاش بشكل مدفوع. او انت تيجي تدور عليه مش هتلاقيه مسلا. فالحق جرب الموقع ينعلم. واشترك في القناة عشان اي حاجة تنزل جديدة. بطعب عشان اجيب لكم محتوى قوي جدا وجديد. فاشترك في القناة عشان تلاقي المحتوى القوي ده بكل سهولة. بيتقدم لك بشكل مجاني تماما. ايه دي التربة? هي جامدة. جامدة وبشكل واقعي جدا. بس التفاصيل بتاعتها في زمه الله. كده يا عم احنا خلصنا كل حاجة اللي هي علاقة بالتصميمات. بعد كده نخش على الصوتيات. الصوتيات دي بقى هنا حكاية معالك. اجي هنا مسلا اكتب له دي دي دريبا مش هيعرف يقولها. فتعالا نجرب. قول. يعرف يقول الكلام ده ولا لا. تابعونا او اشتركوا في القناة ليصلكم. كل ما هو جديد وقوي. شكرا لاهتنامكم. دعا نجرب حاجة دانية. يلقيكو. شكرا على المتابعة. تأكد من الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. حتى تصلك كل الفيديوهات الجديدة والمميزة. اجيب تكتب له حاجة اهو بياخدها بطريقته. بيقولها بطريقته هو. تمام? تعالى مثلا الاش دي. مش عارف يعنيه بس تعالى نجرب. من الجيد ان تشترك في القناة لمتابعته. او بده بيتكلم مصري. طب بص بقى. او بيقول حاجة. هو بياخد الكلام. انا فاهم انك عايز انك عايز تتكلم بصراحة ودولة فو دوران. وانا جاهز اتفاهم معك. بولي اين موضوع. واحنا نهل المشكلة او نوضح الامور بالحكل افضل. جامد. جامد بص. اللي عجبني اوي. هنا بيقول لي توليد الكلام. اه حدد نمط الصوت. ايوة بص دي انماط الصوت. متوازن حاد اه يشعر بالحيوية. صوت زكر مش عارف ايه. بيقول لي هنا ادخل النص ومش عارف المقدار. والتوليد كنترول او انتر. بيقول لك هنا اه بيبدأ يولد بطريقة اللي هو يعتبر ممكن يرد على البتاع ده. مسلا قل لهم اشتركوا في قناة خمساية بس. تمام? اكتب له النص كده مسلا قل له توليد يا معلم. هيبدأ. اشتركوا في قناة خمساية بس. شايف? فهمت بقى انت النقطة. اللي هو انت بتقول له حاجة هو بيقولها. مش ان انت بتكتب له حاجة بيقولها. لا انت بتقول له قول كزا فهو بيقول. مش عارف انتوا اكيد فهمتوا. اكيد عشان مش بعرف اوصل معلومة اوي. قل له مسلا قل لهم قناة خمساية بس فيها الخلاصة. شوف بقى يعرف يا اقولها ولا? قناة خمساية بس فيها اللي خلاصة. رأيي ناس كتير. وده لان طبيعي اللي فيه انوات كتير بتقدم محتوى متنوع ومخترف. انوات? لكن قناة خمساية بتركز على تقديم المحتوى. يا حلاوة. يا حلا. الموقع ده يا جماعة اكسم بالعالمي. اكسم بي. بس مش عحلف كتير. اسبك انت تجربه وتكتب لي رأيك في الكوموت. لو بس كده تكون خلاصنا كل حاجة في الموقع العجبة في الفيديو. لا تنسى لايب شير وشير وشيرك لنا مش مشترك. وسلام.